السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة أهم التعبيرات وحروفة جر للمنهج بالكامل منهج الترم الأول بسم الله هناخد مع بعض الكلمات اللي هي إن شاء الله بتتكرر معايا في الامتحانات كتير وبتساعدني في حل الأسئلة نبدأ كده مع بعض لو أنا عايز أقول is cold يعني is cold عندي verb to be معها كلمة cold بمعنى يدعى أو يسمى يبقى is cold verb to be am أو is أو are معها كلمة cold بمعنى يدعى أو ايه أو يسمى تاني حاجة كلمة for no money for no money for no money يعني إيه يعني بدون مقابل مادي بدون مقابل مادي for no money for no money بدون إيه بدون مقابل مادي for no money for no money بدون مقابل مادي تالت حاجة حياة مجغولة busy life life يعني حياة و busy يعني مجغولة عندي هنا حرف الاس بيجيب لصوت الزب busy life يعني إيه حياة مجغولة حياة مجغولة busy life busy life حياة إيه مجغولة بعد كده عندي هنا busy life حياة مجغولة اللي بعده لو أنا عايز أقول إيه يجري مكلمة فيديو make بتاخد معها verb make أنا عارفت إن هنا كلمة make بتيجي مع إيه مع a video call اللي هي مكلمة فيديو أما جاقول يجري مكلمة فيديو make make a video call make a video call عند هنا حرف الاي بيجيب لصوت حرف الاو make a video call تمام؟ يعني إيه؟ يعني يجري مكالمة video make a video call make a video call اللي بعده لو أنا عايز أقول بقى يتصلك جبل يتصلك يعني climb c-l-i-m-b climb a mountain climb a mountain climb a mountain يعني إيه؟ يتصلك جبل عندي هنا حرف آآ البي silent يعني بكتبوه مبنطقوش climb a mountain يتصلك يتصلك إيه؟ يتصلك جبل climb a mountain climb a mountain يتصلك إيه؟ يتصلك جبل بعد كده جيب لي هنا كلمة مغامرة مغامرة تتكرر معي كتير اسمها إيه؟ adventure ad venture يعني مغامرة عندي هنا كلمة adventure يعني مغامرة تمام؟ adventure adventure مغامرة تمام؟ عندي هنا تي يو بيجيب لي صوت adventure 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 مغامرة اللي بعده يو أنا عايزة أقول إيه؟ يحقق حلمه يحقق حلمه يعني إيه؟ achieve achieve his dream achieve يعني يحقق his death صفة من الكية بيجي البعدي منها اسم his dream achieve his dream يعني إيه؟ يعني يحقق حلمه يحقق حلمه يحقق حلمه طيب عندي هنا كلمة achieve achieve ch بيجيب لي صوت achieve achieve his dream achieve his dream يحقق حلمه اللي بعده عندي هنا كلمة يصل للمنزل يصل للمنزل get home get home يعني إيه؟ يصل للمنزل عندي هنا كلمة home ما بيجيليش قبلها مثلا ما بقولش قبلها to بقول على طول ما بيجيليش قبلها حرف الجر بقول get home على طول من غير إيه؟ حرف الجر في النص get home يعني إيه؟ يصل للمنزل يصل للمنزل get home get home يصل للمنزل لو أنا عايزة بقل في أيام المدرسة في أيام المدرسة تمام؟ هقول إيه؟ on بتاخد معها حرف الجر on 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 إيه؟ on school days on school days days يعني أيام اللي هي المدرسة on حرف الجر معاها on ليه؟ لقيني عندي كلمة on school days أو school days أيام المدرسة بتاخد معها حرف الجر on اللي أنا بركز عليه زي أيام الآي؟ زي أيام الزبو زي كلمة أجازة هولي داي يبقى بتاخد معها حرف الجر ايه؟ وعندي هنا بانطقها زي الكي آآ سي اتش بتتنطق كي on school days يعني إيه؟ أيام أو في أيام المدرسة في أيام المدرسة في أيام المدرسة اللي بعده لو أنا عايزة بقى أسأل على الوقت هقول إيه؟ ممكن أقول when بمعنى متى وكمان ممكن أقول إيه؟ what time what time what ما أو ماذا وفيها الـ time اللي هو الوقت what time يعني إيه؟ ما الوقت ما الوقت what time ما الوقت بعد كده بيقولي هنا إيه؟ لو عايزة أقول بقى يصل إلى كلمة arrive يعني يصل ممكن يجي لي بعدها at وممكن يجي لي بعدها in يلا نشوف الفرق ما بينهم عندي كلمة arrive at يعني arrive at لو جي لي بعدها at بيتكون معناها إيه؟ معناها إن أنا أصل إلى مكان صغير يصل إلى مكان صغير arrive at arrive at مثلا زي إيه؟ مكان أعرف أعمل عليه صور زي مثلا سوبر ماركت زي مستشفى زي سكول مدرسة ده مكان صغير طيب أنا قلت arrive at طيب عندي بقى arrive in arrive in معناها إيه؟ arrive ومعها حرف الجر in معناها طبعا إن أنا بصل إلى مكان كبير مدينة كبيرة زي كايرو دولة زي إيجيكت مصر لندن تمام؟ يبقى arrive in يصل إلى مكان إيه؟ كبير يصل إلى مكان كبير يبقى arrive at arrive at يصل إلى مكان صغير arrive in arrive in يصل إلى مكان إيه؟ مكان كبير شوف اللي بعده لو أنا عايزة أقول بقى بالأوتوبيس بالأوتوبيس يعني إيه؟ بالأوتوبيس يعني باي باس طيب إحنا دلوقتي قلنا باي ليه؟ إن ما فيش هنا عندي إيه؟ أو آ آ أو آن أو ذا أو أي فاصل تماما طالعوه ما عنديش فاصل بستخدم قبل وسائل المواصلات باي مباشرة لو عندي فاصل ببدأ أستخدم إن مع وسائل المواصلات الخاصة زي تاكسي وكار وبستخدم إن مع وسائل المواصلات العامة تمام؟ لكن الوحيدة اللي هي بتاخد معها أون من غير فاصل اللي هي إيه؟ أون فط سيلا على الأقدام يبقى وسائل المواصلات كلها من غير فاصل ما عنديش فاصل هنا بستخدم معها باي يبقى باي باس يعني باي باس يعني بالأوتوبيس بالأوتوبيس شوفوا اللي بعد كده لو أنا عايزة أقول الشخص ده بيقول أشياء غير مهزبة أو غير طيبة يعني يقول يعني يقول يعني سي يقول غير طيب يعني إيه؟ طبعا طيب سأجيب الأغزة العكسي منها بتبقى أم أم كايند يبقى سي أم كايند أم كاين إيه؟ أشياء يعني إيه؟ أشياء يعني things يبقى هنا سي أم كايند things يقول إيه؟ يقول أشياء غير طيبة أو غير مهزبة يقول أشياء غير طيبة أو غير إيه؟ مهزبة عندي هنا أم كايند اللي هو طيب things أشياء تي اتش هنا بجيب لي صوت حرف الثان things يعني أشياء يقول أشياء غير طيبة أو غير مهزبة say unkind things بعد كده لو أنا عايزة أقول إيه؟ يعمل مشروع do يعني يعمل do project project يعني مشروع project يبقى do project do project يبقى عندي كلمة project اللي هي مشروع لو عايزة أقول يعمل مشروع بيتاخد معها verb do أو verb to do يبقى do project يعني إيه؟ يعني يعمل مشروع do project do يعمل مشروع do project هنا بس نسيت do project يعني إيه؟ يعمل مشروع يبقى هنا بتاخد معها بركز على فعل اللي عندي اللي بيجي مع كلمة مشروع اللي هي إيه؟ do do project يعني يعمل إيه؟ يعمل مشروع بعد كده لو عايزة أقول إيه؟ يأخذ doش يأخذ doش يعني إيه؟ طبعا هنا كلمة أشاور بتاخد معها have have a shower have a shower have معنى يأخذ have a shower يأخذ إيه؟ يأخذ doش have a shower have a shower يبقى عندي هنا عرفت أني have verb to have بتكون بمعنى يأخذ مع كلمة a shower a shower يعني يأخذ إيه؟ doش يأخذ doش بعد كده لو عايزة أقول بقى ونصف كلام ده بتكلم عن time الوقت أقول ونصف ونصف يعني إيه؟ past يعني هنا past بتتكلم أو بتجيلي بمعنى و مش بمعنى الماضي يبقى عندي هنا كلمة half half عندي هنا ال a l silent half past half past half past يعني و نصف أما بكون بتكلم عن الوقت ونصف half past half past عندي هنا ال l silent طب لو أنا عايزة أقول بقى وربع وربع يعني روبع يعني quarter quarter past quarter أسفة quarter two وربع ألا روبع ألا روبع يبقى هنا quarter past عشان أنا عايزة أقول وربع يبقى كلمة و اللي هي past past وربع يبقى ونصف half past half past ال l silent وربع quarter past quarter past وربع وربع يبقى عندي هنا كلمة past بمعنى و ونصف وربع طب لو أنا عايزة بقى أقول إلا إلا روبع أنا أصلا ما يفحش أقول إلا نصف يبقى هقول مثلا إلا روبع إلا روبع يعني طبعا برضو عندي كلمة روبع اللي هي quarter quarter ها إلا يعني two طبعا تو بمعنى إلا لو هي استخدمتها حرف جر بمعنى إلا لكن أنا مع الساعة بتكون بمعنى إلا يبقى quarter two بمعنى إلا روبع quarter two إلا روبع طب لو أنا عايزة بقى أتكلم مثلا أنا أقول إيه يحرز هدفا أو بيجيب جون يعني يعني إيه بيحرز أو بيسجل هدف بيسجل يعني أو يحرز يعني score score يحرز أو يسجل للأهداف score يحرز أو يسجل هدف يعني أقول يبقى score أقول score أقول يعني إيه score أقول يعني يحرز هدفا أو يسجل هدفا يحرز هدفا تمام عندي بعد كده لو انا بقى عايز اقول ايه عايز اقول بعض الافعال اللي هي بسجيني تكون بمعنى يحب بعض الافعال بتجيلي تكون بمعنى يحب زي ايه زي like like بيكون بمعنى يحب تمام وعندي كمان بتكون بمعنى يحب اللي هي love ودول بيجيلي بعد منهم دايما المصدر بتاعي اللي هو السادة خالص وplus يعني بضيف عليه ing بمعنى ايه يبقى like او love بيجيلي بعدهم المصدر infinitive plus ing يعني يحب بمعناها يحب يبقى like او love الاثنين بيجيلي معهم المصدر والing بيكون بمعنى يحب اللي بعده لو انا عايز اقول بقى اللي هو المشاغل الملفات الصوتية يعني مثلا بيشاغل اغاني يشاغل قرآن اسمه مشاغل ملفات صوتية اللي هو ايه m p3 player player هنا بمعنى مشاغل player تمام mp3 player ده مشاغل ملفات ايه صوتية مشاغل ملفات صوتية mp3 mp3 player mp3 player مشاغل ملفات ايه صوتية لو انا عايز اقول بقى يلتقط او يأخذ صورة سيلفي الصورة سيلفي يعني سيلفي تمام او صورة شخصية تمام يلتقط بقى مع كلمة فوتو تيكا فوتو يلتقط صورة وبرضو مع كلمة سيلفي نفس الحكاية باخد verb تيك تيك هنا مش بمعنى يأخذ تيك هنا بمعنى يلتقط تيك a سيلفي تيكا سيلفي يعني ايه يلتقط صورة شخصية يلتقط صورة شخصية او سيلفي تيكا سيلفي يبقى انا عرفت هنا انه عندي تيك تيك بمعنى يلتقط باخدها مع سيلفي صورة شخصية او افوتو اللي هي صورة طب لو عايز اقول يرسل رسالة نصية يرسل يعني سند تمام سند بمعنى يرسل رسالة نصية رسالة يعني نص يعني يبقى على بعضها اتيكست مسج a تيكست اللي هي نص او نصية مسج يبقى send a text مسج يرسل ايه رسالة نصية يرسل رسالة نصية بعد كده لو انا عايز اقول بقى اماما اماما يعني in front of اركز مع حروف الجر اللي قبلها واللي بعدها قبلها in وبعدها of ممكن نجيب لي دي مش موجودة او دي مش موجودة يبقى اماما يعني اماما in front of in front of اماما لما عندي بقى عايزة اقول يضغط على ايكونة يضغط يعني click click تمام بمعنى يضغط او ينكر ايكونة اللي هي ايه and the icon and اسفة بقى بتاخد on on the icon يضغط على ايه على ايكونة يبقى انا هنا التركيز هركز في التعبير بتاعي ده على ايه على كلمة click اول حاجة عندي هنا الكي بنطقها k وهنا click بمعنى ينكر او يضغط او يضغط click on click on بمعنى يضغط او ينكر على the icon اللي هي الايكونة او الايه الرمز اللي عندي بس تخدمها مع ايه طبعا بتختلف عن tab ان عندي كلمة tab اللي هاخدها بعدها على طول بمعنى ينكر لكن عندي هنا click بضغط لكن على ايه على الموز على كمبيوتر بشغل بيه النقرة بتاعتي دي بشتغل بيها او click على الموز بشغل بيها كمبيوتر يبقى click on the icon يعني يضغط على ايه يضغط على ايكونة او ايه او رمز طيب عندي برضو اللي تديني نفس المعنى tab يعني ينكر ينكر on the icon يعني ايه tab on the icon يعني برضو يضغط على ايكونة طيب ايه المشكلة بقى او ايه الفرق هنكتبها الاول يضغط على ايكونة لكن عندي هنا tab بيضغط على ايكونة على موبيل فون الهدف المحمول او ايه او تابلت يعني جهاز كده انا بستخدمه في ايدي لكن click هنا يضغط على الايه الماوس عشان يشغل الكمبيوتر يبقى هنا tab ايه من على التابلت او موبيل فون الهدف المحمول لكن click هنا على ايه click هنا على الماوس بشغل به الايه كمبيوتر بعد كده لو عايز اقول ايه بجانب بجانب يعني ايه يعني next two بنطقها على بعضها كده next two next two بمعنى بجانب طب بيجيلي ازاي انا عندي يا امن يجيبلي next وبيخلينا اختار معها حرف الجر two يا امن بيجيبلي حرف الجر في الاختيارات ويجيبلي جنبها two فاللي بتاخد two هي مين هي next next two يعني بجانب next two next two بجانب بعد كده لو عايز اقول ايه look add look ومعها add حرف الجر add بمعنى ايه look add بمعنى ينظر الى look add ينظر الى طب لو عايز اقول بقى يقوم بنزهة بيقدو نزهة كده بتفسح بتاخد معها verb have have بمعنى هنا يقضي يقضي نزهة have a picnic اللي هي النزهة الخلوية في الخلاء يعني وفي الهوى يعني ايه يقوم بنزهة يقوم بنزهة يبقى هنا بتاخد معها have هذا picnic لو عايز اقول بقى عندي هنا لو عايز اقول يركب عين لندن اللي هي الملاهي بتاعة ايه london اي write on write on write on هنا بمعنى يركب write on بمعنى ايه بمعنى يركب the london اي اللي هي عن ايه london دي اللي هي الملاهي يبقى يركب ايه يركب الملاهي بتاعة ايه عن لندن يركب عين لندن دي اللي هي الملاهي يبقى write معها on بمعنى ايه يركب write on بمعنى ايه يركب بعد كده لو عايزة بقى اقول ايه لو في حاجة في موقف حصل وعايزة اقول ايه انا زعلانة بقى من موقف ده حصل فعايز اقول يا للحصرة وط هنا مش بمعنى ما او ماذا ده بتكون هنا بقى انا مستغربة او زعلانة يبقى وط يعني ايه بعدها كده لي علمت الايه التعجب يعني ايه يا للحصرة دي انا بستخدمها دايما في المحاسات لما بيجيني بس مع اي موقف مؤسف كده او يزعل فبقول ايه وتبتي وتبتي يعني يا للحصرة او للأسف وتبتي عندي هنا وتبتي لو انا بقى عايزة اقول كل العائلة ذا هول فاملي ذا هول فاملي فاملي ليه العائلة كل العائلة ذا هول فاملي ذا هول فاملي يعني ايه كل العائلة كل العائلة ذا هول فاملي ذا هول فاملي كل العائلة عايزة كمان اقول المشروبات الغازية اللي هي بتكون اشياء انهيل في غير صحية كل العائلة اللي هي المشروبات الغازية اللي هي اللي هي الغازية اللي تكون انهيلثي مشروبات او غير صحية فيزي درينكس اللي هي المشروبات الايه مشروبات غازية مشروبات غازية فيزي درينكس فيزي درينكس لو عايزة اقول بقى ينزل للخارج من يعني مثلا ينزل الخارج من الايه الشباك مثلا تمام يبقى look out of look out of look out of ينزل للخارج من ينزل للخارج من look out of look out of ينزل للخارج من طيب تماما عايزة اقول ايه لحد الدور المصيحة وقلوا ابقى آمنا على الانترنت أو عبر الانترنت ابقى يعني أو ظل يعني stay لما بدي الحد أمر بديه له في صغط إيه الفرب بتاع بيكون في صغط انفينت في المصدر stay آمنا يعني إيه safe يبقى stay safe stay safe ابقى آمنا عبر الانترنت اللي هي إيه on line stay safe online stay safe online stay safe online ابقى آمنا على الانترنت أو عبر الانترنت ابقى آمنا عبر الانترنت ابقى آمنا عبر الانترنت stay safe online لو أنا بقى عايز أقول نجم رياضي أول حاجة عندي كلمة sport يعني رياضة لو جمعتها بقت رياضات لكن أنا ممكن في نفس الوقت أستخدمها كصفة بمعنى رياضي يبقى sports رياضي star اللي هو النجم يبقى لازم مع كلمة نجم أستخدم معها sports اللي فيها حرف الاس sports star sports star يعني إيه sports star اللي هو النجم الرياضي نجم رياضي نجم رياضي اللي هو إيه sports star أتأكد إن فيها حرف الاس زي مثلا يقول لي محمد صراح عنده ابتسامة كبيرة ابتسامة كبيرة يعني إيه a big smile a big smile a big يعني كبير أو ضخم a big smile اللي هي ابتسم أو ابتسامة تبقى معي verb أو نول عادي يبقى a big smile a big smile يعني إيه؟ يعني ابتسامة كبيرة a big smile ابتسامة كبيرة a big smile a big smile ابتسامة كبيرة لو أنا بقى عايزة أقول إيه؟ منشور في مدونة مدونة اللي هي المدونات اللي بنكتف فيها بيكون عليها برضو الأصدقاء وبنرسلهم كل حاجة اسمها الإيه؟ blog blog يعني إيه؟ المدونة blog لو أنا عايزة بقى أقول منشور في مدونة منشور هو إيه؟ post يبقى على بعضها blog post blog post اللي هو إيه؟ منشور في مدونة بعمل كده منشور ودخلوا صحابي يعني لقوا على المنشور اللي أنا كتبه أو اللي أنا عامله يبقى blog post blog post يعني إيه؟ منشور في مدونة blog post blog post منشور في مدونة عايزة بقى أقول لي اللي قدامي حافظ على كلمة المرصحية دي من ضمن الإرشادات اللي أنا أدها لقدامي عشان يكون إيه؟ stay safe يبقى أميناً أونلاين عبر الإنترنت عايزة بقى كمان أنصحه وأقول له keep your password secret keep يعني حافظ على keep حافظ على your password كلمة المرور أو كلمة السر الخاصة بيك تكون إيه؟ secret سرية مش أي حد يدخل على حسابك وأي حد يعرف معلومتك الشخصية يبقى keep your password password secret حافظ على كلمة المرور بتاعتك تكون سرية يعني حافظ على كلمة سرك آمنة أو حافظ على كلمة المرور تكون سرية حافظ على كلمة المرور سرية أو تكون إيه؟ آمنة تمام؟ keep your password secret كده حبيبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا ربي نول أعجابكم تزورون إن شاء الله هناخد مع بعض أهم التعريفات الهامة وكمان أهم البراجرافات في الفيديوهات القادمة أتمنى لكم التفاقق دائم بإذن الله تعالى وشكرا على الحسن استماعكم أتمنى متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر